زي ما أشارنا في المقدمة مع حضراتكو في بداية الحلقة أن ملف العشوائيات وأن مصر تكون خالية من العشوائيات ملف الحقيقة مهم جدا في خلال السنوات اللي فاتت شفناها وعشناها في مصر من تطوير للعشوائيات والمناطق الغير الأدمية والخطرة وقلنا قد إيه ده هيضاف في سجل مصر من ناحية طبعا يعني توفير حياة آمنة للمواطن المصري وتاني حاجة انعكاس ده على سلوك الجيل القادم إن شاء الله في عمر مصر عايزين نتكلم عن هذا الملف وحصاد هذا الملف بما أن احنا يعني في آخر عام 2020 كل سنة وحضراتكو بخير وسعادة عشان كده احنا معانا المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لسندوق تطوير العشوائيات مهندس خالد تحياتي لحضرتك أهلا مساء خير لو بنتكلم على هذا الملف الحقيقي ملف تطوير العشوائيات خاصة في عشرين عشرين ممكن يعني نرصده في نقاط كده مع حضرتك في أبرز أشكال المعلومات اللي ممكن حضرتك ترصدها معانا دلوقتي خلينا نتكلم بالأرقام الرقم اللي أولين نقول أن أول ما كلفنا الرئيسة عام 2016 بقضاء على العشوائيات الغير أمنة طبع حديك عارفة عشوائيات غير أمنة غير مخططة أسواق عشوائية فكان التكليف الرئيسي بالعشوائيات الغير أمنة كانت في الخريطة القومية بتاعتنا اللي احنا عملناها 357 منطقة 240 ألف وحدة التكلفة التقديرية اللي وضعناها وطبع حصلها متغيرات شوية التكلفة طبقا للأسعار السوق والمستجدات على إضافة أو حسف من الخريطة القومية فكانت التكلفة حوالي 38 مليار جنيه دي قضية أول ما بدأناها طيب النهار دا احنا بنعمل إيه في نهاية 2020 احنا صرفين حوالي 29 مليار جنيه مخلصين 269 296 منطقة ب180 ألف وحدة غير المشروعات الجارية المشروعات الجارية عندنا مشروعات جارية إن شاء الله هتبان بكورة حصاد أو حصادها في الفترة القادمة بإذن الله مشروعات كبيرة زي باشال خير خمسة المعن الانتاج الحربي أرض الانتاج الحربي الخيالة الجبيل في جنوب سيناء الروايسات في جنوب سيناء راس البر هناك مطقة الصيادين يعني خلينا نقول لك بعض المشروعات الكتيرة إن شاء الله في الفترة الجاية هيتظهر إن شاء الله في الافتحات القادمة بإذن الله